منطقة ودي غليلة بإمارة رأس الخيمة كانت محط أنظار المشاركين في بطولة الخليج العربي الأولى للمسير الجبلي بهدف الوصول إلى أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي قمة جبل جيس الحمد لله بتوفيق من الله ودعم من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسم حاكم رأس الخيمة وكذلك من الأمان العام من الدول المجلس العام الخليجي قدرنا نطلع بهذا التجمع اللي نقدر نقدم فيه رسالة حق العالم للمجتمع على وحدتنا وعلى ترابطنا في حفل رياضي فريد من نوعه والأول على مستوى العالم الأجواء هيئت لإنجاح هذه التظاهر الاستثنائية التي احتضنت الأشقاء من دول الخليج العربي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة رياضية ولكن الهدف أسمى وأشمل وأبلغ والشعار يختصر العبارات في كلمتين مصيرنا واحد المنافسة بحد ذاتها ليست الأهم المنافسة هي منافسة بين أهل وأخوان الهدف الأسمى هو التجمع الخليجي الموحد اللي يذكرني بقرية ببيتي بأصلي بدأ التنافس في بطولة الخليج العربي الأولى للمسير الجبلي ومعه تم افتتاح أول مسار جبلي تحت مسمى المسار الخليجي للوصول إلى أعلى قمة في الإمارات المشاركون انطلقوا نحو القمة والهمة في تصاعد للوصول إلى المراد والهدف في صورة جميلة للتواصل الخليجي في حاضنة العالم دولة الإمارات العربية المتحدة تجمع أخوي خليجي في هذه البطولة التي رأت النور في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد وادي غليلة بإمارة رأس الخيمة والهدف الأوحد الوصول إلى قمة جبل جيس لإخبار الدار محمد الهنيامي